هنوح لخبرنا اللي بعد كده كرة طائرة سيدات وكان عندنا مباراة مهمة مع الاتحاد السكنداري في اسكندرية وستطعنا فتاة الزهب بالفوز بنتيجة 3-0 طبعا زي ما حضركم عارفين بيقود هذا الفريق كابتن إبراهيم فخر الدين واللي بيحاول جاهز كل اللعبات وبيشارك أكبر قدر منهم علشان ياخدوا حساسية المباريات طيب النتائج الأشوات جاءت القاتي 25-15, 25-11, 25-18 فرقتنا في رحلة اسكندرية دي كمان قدرت أنها تفوز على نادي الوادي يوم الجمعة وبعدها فازت مبارح نادي اتحاد السكنداري يعني كان عندهم مباراة دين في اسكندرية في سفرية واحدة طبعا لعبوا المباراة الأولى وانتظروا هناك وبعد كده لعبوا المباراة التانية الأهل بحق المعلامة الكاملة لحد دلوقتي برسيد 39 نقطة وبفوز في 13 مباراة والحمد لله بدون ولا هزيمة يمكن الخسروش هطأ الأولين ولكن زي ما قلت في البداية يعني الاختبار الحقيقي لسه حتى الآن مجاش الاختبار الحقيقي هيكون قدام نادي الزمالك زي ما حضراتكم عارفين طبعا مباراة دي كلها مهمة وكل الاحترام لكل الفرق ولكن دايما الفاينال مع نادي الزمالك في الكرة الطائرة بيكون ليه وضع تاني بيبقى مباراة ديربي وقوة تاني أكيد طبعا الفريق ده عنده أفريقيا وعنده كمان الدولي والكأس نتمنى ليهم كل التوفيق